موسيقى النمسا تدعو رعاياها لمغادرة لبنان فورا بورصة فيينا تشهد انحيارا حادا بسبب هروب المستثمرين النمسا تسجل اكبر زيادة لعدد الشركات المفلسة في 15 عاما الحكومة تستحدث استراتيجية لانهاء الاعتماد على الغاز الروسي استرداد 18 مليون يورو من الضرائب من شركات عملت بالاسود وكلب امريكي يقطع اصبع رياضية في شتايرمار أصعد الله أوقاتكم مشاهدين وإليكم نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم دعت وزارة الخارجية النمساوية المواطنين النمساويين إلى مغادرة لبنان فورا مع التأكيد أن تحذير السفر إلى هذا البلد سار منذ أكتوبر 2023 ويأتي هذا التحذير بعد الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر والذي أعقبه تصاعد الاشتباكات بين إسرائيل وميليشيا حزب الله اللبناني حيث تمتلك الميليشيا تأثيرا سياسيا كبيرا في لبنان وهي حليف لحركة حماس وإيران مما أدى إلى تصاعد التوترات والهجمات في المنطقة بعد مقتل فؤاد شكر على يد الجيش الإسرائيلي والتهديدات بالانتقام خاصة بعد مقتل إسماعي الهنية رئيس المكتب السياسي لتنظيم حماس سجل مؤشر اي تي اكس في بورصة فيينا انخفاضا بنسبة 3.12% صباح الاثنين ليصل إلى 3.417 نقطة مواصلا الاتجاه السلبي الذي بدأه الأسبوع الماضي وسط تصاعد حالة فرار المستثمرين وقد أغلق المؤشر الأسبوع الماضي بخسارة بلغت 3.22% عندها 3.527 نقطة متأثرا بالخسائر الكبيرة في قطاع التكنولوجيا الأمريكي بسبب الأخبار السلبية من شركات مثل أمازون وإنتل وكانت أكبر الخسائر من نصيب شركة فيني بيرغا التي انخفضت أسهمها بنسبة 9.48% إلى 29.04 يورو بينما تراجعت أسهم البنوك الكبرى بشكل ملحوظ مما زاد من النفور من المخاطر سجلت النمسا زيادة كبيرة في حالات إفلاس الشركات خلال النصف الأول من عام 2024 وفقا للتقرير الصادر عن جمعية حماية الدائنين كريديت إفور وبلغت حالات الإفلاس 2098 حالة بزيادة قدرها 35.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وهي أعلى نسبة منذ 15 عاما وارتفعت التزام الشركات المفلسة إلى 11.5 مليار يورو بزيادة تسعة أضعاف مقارنة بالسنة السابقة بسبب إفلاس شركات كبرى مثل سيجنا جروب وفيسكر ويعز الخبراء الارتفاع إلى ضعف الاستهلاك والاستثمار والركض الصناعي وارتفاع أسعار الفائدة بالإضافة إلى البطالة ومتطلبات الإقراض الصارمة وافقت الحكومة النمساوية على تحديث استراتيجيتها الأمنية في مجال الطاقة في استجابة لمبادرة من حزب الخضر وأكد فيرنار كوغلر نائب المستشار ورئيس الحزب أن النمسا تسعى للتخلص التدريجي من إمدادات الغاز الروسي بحلول 2027 وذكر كوغلر أن المفاوضات بين حزب الشعب وحزب الخضر ركزت على تطوير منظومة الطاقة وإنهاء الاعتماد على إمدادات الغاز الروسية كما أشار إلى التزام النمسا وأوروبا بإنهاء الاعتماد على الغاز الروسي بحماية الاقتصاد والأسر من تقلبات الأسعار والإمدادات وتعزيز التحول إلى نظام طاقة مستدام وقابل للتحمل نجحت الشرطة المالية في استرداد ضريبة متأخرة بقيمة 17.7 مليون يورو من النصف الأول من عام 2024 وشملت التحقيقات الشركات في قطاعات الاتصال والعقارات والبناء وبيوت الدعارة حيث تم الانتهاء من 83 قضية كما أجرى مركز مكافحة الاحتيال تحليلات مخاطر في 135 حالة وكشفا عن شبكة دولية في تجارة الهواتف المحمولة مما تسبب في خسائر تزيد عن 50 مليون يورو وفي قطاع العقارات اكتشفت فواتر مزورة ومدفوعات غير قانونية تجاوزت 6 مليون يورو بينما سجل قطاع بناء خسائر تقدر بنحو 3.5 مليون يورو ومن أخبار الحوادث تعرضت امرأة تبلغ من العمر 46 عاما لإصابات خطيرة جراء هجوم كلب من نوع ستارفورد الأمريكي في بلدة فيشتايرمارك وكانت المرأة تجريب القرب من مبنى متعدد الشقق عندما تجاوز الكلب سياجاً عالياً وهاجمها وأصيبت المرأة بإصابات بالغة في يديها وذراعيها بما في ذلك بترو إصبع الإبهام بالكامل وتم نقلها إلى مستشفى جراتس لإجراء عملية جراحية طارئة وهذا الحادث يذكر بهجوم مشابه وقع في أكتوبر 2023 في بلدة نارن حيث هاجم ثلاثة كلاب من نفس النوع عداء وأودوا بحياتها وحكم على صاحبتهم بالسجن المؤقت ومع نهاية نشراتنا مشاهدين نشكر لكم حسن المتابعة دمتم بحفظ الله كنتم معكم أنا أدهم اللي جي أطيب الأوقات إلى اللقاء اشتركوا في القناة